هل يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش العرب به؟ كما ذكر مجاهد لتفسير مقابر ملمون قل بلا من الأذنان يقول لا، وقل ثم يقول لا له أثر عن مجاهد وبعثه وقال مقبل الذي يعد عسا يبعدك ربط مقابر ملمونة قال له الجلوس على العرش لكن أثر ضعيف المجاهد ولو كان صحيحا هذا رأيه وهو قل صحيح أبدا بل مقام ملمون فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة الشفاعة هي المقام المحدود عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إبراهيم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى يقول الواحد يقول لا استلها لا استلها حتى تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها فهذا هو المقام يقول الشفاعة الكبرى وليس كما نقل عن مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر